موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حادث الصحافة والبداية مع صحيفة الجارديان ومقال ستيفن تويك بعنوان لا تدين انتهاكات القانون الإنساني الدولي فقط بل أوقفوها قال فيه الكاتب بأن الغرة الجوية الأخيرة على مخيم للاجئين السوريين الهاربين من بيوتهم ما هي إلا الغرة الأحدث في سلسلة طويلة من المأسي الناجمة عن تجاهل أطراف معينة في الصراع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الإحباط يتزايد مع عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف هذا النوع من الهجمات في حين أن القرار الأممي الأخير الذي أدان الهجوم ضد المنشأة الصحية والعملين في المجال الطبي أمر مرحب به إلى أن ذلك ما هو إلا مجرد نقطة بداية إدانة الانتهاكات ليست كافية بل يجب إيقافها هذا الإحباط أدى إلى انسحاب منظمة أطباء بلا حدود من المشاركة في أول قمة إنسانية عالمية المقرر التعقد في إسطنبول هذا الشهر في بيان انسحابها من القمة قالت المنظمة لم يعد لدينا أي أمل في أن القمة سوف تعالج الضعف في التحرك الإنساني والرد الطارئ خاصة في مناطق الصراع أو حالة الوباء مع استمرار الهجمات ضد المنشأة الطبية فإن الغضب الذي تشعر به منظمة أطباء بلا حدود تشاركها به جهات أخرى ولكن لجنة التنمية الدولية ترى أن القمة يجب ويمكن أن تؤدي إلى تحرك ما من أجل الحفاظ على القانون ويختم الكاتب بالقول عنوان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للقمة الإنسانية وهو المسؤولية المشتركة البرلمانيين في جميع أنحاء العالم يجب أن يتأكدوا من أن الدول تقدم الالتزامات الصحيحة وأنها تقوم بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها إنها مسؤولية سوف تأخذها اللجنة الدولية للتنمية على محمل الجد في اسطنبول ونشر مركز كارنيجي مقلا بعنوان التحديات المقبلة أمام المعارضة السورية يقول فيه الكاتب يزيد الصيغ أن المعارضة السورية تواجه تحديات متزايدة ولعل التحدي الأكثر الحاحا هو التهديد للأرواح البشرية ومناطق السيطرة الذي يشكله تصاعد الحاد في أعمال العنف من جانب روسيا ونظام رئيس السوري بشار الأسد في الأسابيع الأخيرة ومع ذلك فإن الأمر الأكثر منعالي القلق هو احتمال أن تسمح الإدارة الأمريكية لنفسها بأن تكره على التنازل بشأن العديد من القضايا ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للمعارضة وتشمل هذه القضايا الإسرارة على رحيل الأسد عن منصبه بحلول نهاية الفترة الانتقالية والتفاوض على الصلاحيات والترتيبات الانتقالية قبل مناقشة التعديلات الدستورية ومقاومة محاولات رسوى النظام الرامية لفرض مراشحهم على وفد المعارضة الجهود الدولية الرامية لتجديد وقف الأعمال العدائية في سوريا وإنقاذ محادثات السلام مبررة وضرورية في آن واحد ومن المستمع التماما التوصل إلى حال سياسي معقول للصراع قبل أن تنشغل الولايات المتحدة بانتخاباتها الرئاسية ولن تبدل إدارة الأمريكية الجديدة اهتماما جديا بما تعتبرها قضية ثانوية في السياسة الخارجية قبل ربيع العام 2017 على أقرب تقدير لذلك ستتزايد التحديات لأسباب ليس أقلها أن نظام الأسد سيمضي الوقت الفاصل في تعزيز المزايا السياسية والعسكرية التنظيمية التي منحته تفوقا طفيفا منذ بداية الصراع وسيدعي النظام كما فعل في الماضي بأنه يعيد الخدمات العامة والإمدادات الغذائية ويباشر عملية إعادة الإعمار المادي دون انتظار انتهاء الصراع أو الحصول على مساعدات دولية ويجدد النشاط الاقتصادي وفي موازات ذلك سيسعى للتفاوض على عقد هدونات محلية يمكن من خلالها تحييد المجتمعات ومقاتلي المعارضة المحليين مقابل تحرير قواته للانتقال إلى مواقع أخرى بينما يخطط لشن هجمات جديدة وفي موقع تركبريست نقرأ مقالا لأحمد موفق زدان بعنوان من عماد مغنية إلى ابنه جهاد فالقنطار ومصطفى بدر الدين الشام ياثقبهم الأسود حيث يتوالى تهاوي أصنام حزب الله على أرض الشام الطهور ومع سقوط كل صنم من أصنام حزب الله يستدعي كل جهده لهليودي الكاذب الخارق في إظهار أنه قتل بغارة صهيونية والمشكلة فقط في غارات بني صهيون هذا إذا صدقت روايتهم وهم كاذبون تماما فيها أولا لأن الصهيونة الذين اختالوا رموز المقاومة الفلسطينية في عز قوتها وجبروتها في السبعينيات بعملية الفردان وغيرها وسط بيروت لن يعجزهم قطف رؤوس هؤلاء في بيروت إما بغارة جوية أو بعملية اختيال فلماذا يتم الاختيال فقط في دمشق وليس في بيروت التي يسرح ويمرح فيها الموساد إذن الظاهر والواضح بالنسبة لنا أن القتل حصل في مكان آخر والمكان بحسب الناشطين هذه الأيام هو خان طمان أو كما أطلق عليه البعض خان لطمان وكان الناشطون والثوار قد أكدوا أنه لم تكن هناك غارات صهيونية على مطار دمشق بالأمس فكيف قتل بها كما ادعى الحزب ثم تواضع إلى قتله بانفجار لم يحدد ملابساته وقد ظهر ارتباك واضح في الرواية الرسمية للحزب فبعد أن كان قد أعلن عن تعرضه لغارة صهيونية عاد وقال حصل بانفجار كبير قرب مطار دمشق هوت أصنام كثيرة خلال مسيرة ثورة الأمة ثورة الشام العظيمة وكان من بينها عماد مغنية وابنه جهاد ثم سمير القنطار والآن مصطفى بدر الدين المصنف الذي يعتقد أنه أشد أهمية من نصر الله نفسه ومصطفى يعود دوره القدر إلى تفجيرات الكويت التي طالتها في الثمانينيات وكل من يحاول أن يروج إلى أن التخلص منه لدوره في اختيال رفيق الحريري إنما يروج وينشر دعاية الحزب فهذه المحكمة وهذا العالم ليس مهتما لا بالحريري ولا بقاتليه كلمة أخيرة للأمة بأن الشام هي المختبر لسمودكم ولقوتكم وخياناتكم وخذلانكم فما خذلتمه كافيا وأنا الأوال للتعويض فإن التاريخ لن ينسى والشعوب كذلك وما عليكم إلا استدراك ما يمكن استدراكه فعز الشام عزكم وذلها لا سمح الله ذلكم وعز الشرق أوله دمشق ونطالع في صحيفة صباح التركية مقالة لسعيد غورسوي بعنوان مشكلة تعليم الأطفال السوريين وأشار فيه الكاتب إلى مؤتمر عقد في أورفا لمناقشة معضلة تعليم الأطفال السوريين وتحدث عز الدين كوتشوك ولأورفا عن أن عدد الأطفال السوريين القادمين إلى شان لأورفا بلغ 523 ألفا منهم 109 ألف طفل يعيشون في الخيام ويتلقون تعليمهم هناك وأن معظم بقية الأطفال الذين يعيشون خارج الخيام لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة وذكر بأن هناك 110 ألف طفل سوري منهم 53 ألف يذهبون إلى المدارس التركية لكن 55 ألف طفل لا يستطيعون الذهاب لمدارس والتعليم بالنسبة لهؤلاء الأطفال ليس مجرد تعليم واكتساب مهنة وإنما تشكل لهم المدارس وسطا ملائما لإعادة تأهيلهم كونهم تعرضوا لصدمات نفسية قوية تحدث سولجو لوك تشيرين الأستاذ المساعد في جامعة نيويورك عن أن شخصا يشرد من مكانه كل ثلاث دقائق في أنحاء العالم وأن عدد اللاجئين في العالم وصل إلى 60 مليون وهو أعلى رقم تم تسجيله وحسب بحث أجراه شيرين على العائلات السورية وجد أن 79% منها قد مات أحد أفرادها و60% منهم كانوا شاهدين على العنف الشديد وأربعين بالمئة من هذه العائلات تعرضت للعنف بشكل مباشر وختم الكاتب بالقول تقع مسئولية تعليم الأطفال السوريين في المدارس على الجميع وكل يوم يمر بدون تعليم لا يمكن تعويضه ولذلك علينا أن نتحرك بسرعة وإلا سنكون أمام خطر فقدان جيل كامل وعلى الجميع التحرك والقيام بمسؤوليته كي لا نخسر هذا الجيل واخد محلقتنا مع صحيفة القدس العربي ومقال محمد الحسين بعنوان هل تقدم تركيا على تنفيذ عمل عسكري كبير في سوريا؟ قال فيه الكاتب على ما يبدو أن عملية عسكرية بارية سينفذها الجيش التركي لطرد تنظيم الدولة من ريف حلب الشمالي بات موعدها قريبا وخاصة بعدما تنقلت وسائل إعلام تركية خبرا عن عملية التوغل قام بها عناصر من القوات الخاصة التركية داخل الحدود السورية أخيرا وصفت بالنوعية العملية النوعية هذه تزمنت مع اشتباكات عنيفة دارت صباح نفس اليوم بين فصائل المعارضة وتنظيم الدولة على محاور حوار كليس وحرجلة القريبة من الحدود التركية وتمكنت الفصائل من خلالها قتل ما لا يقل عن 25 عصر من التنظيم وهذا ما أكده ناصر تركماني أناطق الإعلام باسم المجلس التركماني السوري ويضيف تركماني أن هجوم فصائل المعارضة جاء ضمن معارك كارين وفر لا تزال متواصلة في ريف حلب الشمالي منذ أكثر من شهر ونصف وكرد على شن التنظيم عملية عسكرية على أكثر من قرية بغية إعادة السيطرة عليها وكان الهجوم الأعنف على محور قريتي دوديان وحوار كليس التحرك العسكري التركي هذا لقى ترحيبا في أوساط مختلفة في المعارضة السورية ويرى فيه المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال أنه يأتي في إطار تعويض ما أمكن تعويضه لوقف موجة الصواريخ التي أقلقت سلطات أنقرة وسببت نقمة لدى الأهالي ودفع ثمنها السوريون المتواجدون هناك بعد موجة غضب انتابت سكان مدينة كليس بعد تحميل سوريين مسؤولية تلك التعديات بحكم وجودهم ويضيف رحال من المؤكد أن تركيا تشعر بالندم الآن على الفرص التي أضاعتها خلال السنوات الماضية لثورة الشعب السوري حيث كان بإمكانها حينها إقامة المنطقة الأمنة على طول الحدود التركية الجنوبية مع سوريا وكانت بذلك خففت من ضغوط إقامة كانتون كردي على حدودها وقامت بدورها بحماية شعبها من أي هجمات إرهابية كما تتعرض له الآن مدينة كليس ومحيطها ويتوقع الخبر العسكري رحال أن تركيا ومن باب الحفاظ على أمنها الوطني ستكون مقبلة على إجراءات أكبر في الأيام القادمة وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة